لأكثر من عام أسر كورونا العالم في دائرة الخوف من عدوى الوباء وأوجد حالة هلع من نقص الغذاء انتابت الكثيرين خلت الأسواق من منتجات أساسية نتيجة قطاع الإمدادات العالمية وعالت تحذيرات أممية من قفزات سعرية للغذاء بوتيرة متسارعة هي الأعلى في 46 عاما فكورونا خلف نقصا كبيرا في العمالة بقطاعي الأغذية والزراعة الذين يعتبران من أقل القطاعات المعتمدة على الآلات في العالم ما أسفر عن تراجع في الانتاجية وتعطل في سلاسل الإمدادات العالمية لتقفز نتيجة ذلك أسعار الغذاء لمستويات قياسية وفي أمثلة على أرض الواقع لنقص العمالة في المزارع ومصانع المعالجة والمطاعم وتأثيرها على الانتاجية فقدت ماليزيا ثاني أكبر منتج في العالم لزيت النخيل حوالي 30% من الانتاج كما عانى موزع الجملة في الولايات المتحدة تأخيرات وبطءا في انتاج أصناف من لحوم وأجبان فيما انخفض انتاج الروبيان في جنوب فيتنام أحد أكبر المصدرين له في العالم بنسبة تتراوح بين 60 و70% عما كان عليه قبل الوباء وفي الوقت الذي لا تزال فيه تأثيرات الوباء تلقي بظلالها فإن القيود الحدودية تحد من إمدادات العمال المهاجرين وهو ما شهدناه مع انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي والتي تواجه اليوم أسوأ أزمة في العمالة منذ عقود وقد دفعت عمليات الإغلاق المؤقتة نتيجة تفشي وباء كورونا بين العاملين في المصانع لقيام العمال بالمطالبة بحماية أكبر من الوباء فضلا عن زيادة في الأجور ولذلك توجهت بعض الشركات الكبرى لتقديم امتيازات لتحسين صفقاتها مع العمال ويبدو أن التوزيع الجغرافي لأزمة العمالة متفاوتة من مكان لآخر وآثاره غير موزعة بالتساوي فمعظم مناطق أوروبا لم تعاني النقص الحاد نفسه الذي ضرب المملكة المتحدة ولم تتأثر الصين والهند إلى حد كبير بالأمر لكن تبقى أسعار الغذاء رهن أزمة نقص الأيد العاملة ترجمة نانسي قنقر